بعد تسع سنوات من الأبحاث في بلجيكا تبين أن السكر يساعد على نمو الخلايا السرطانية أكيد أكيد الكلام ده وبنفس الوقت تبين أن العسل يقتل الخلايا السرطانية ويمنع تطورها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سبحان الله وشوفوا الناس بيستور السكر أديد سبحان الله يقول لبروفيسور جون يودكن عن السكر يقول هو صافي بيور أبيض ويت ولكنه ديدلي مميت مميت نعم يعني أبيض ونقي ولكنه مميت البروفيسور جوهان ثيفيلين يقول بالحرف الواحد إن الإفراط في تناول السكر يساهم بشكل كبير في نمو الخلايا السرطانية ويجعل خلايا السرطان أكثر عدوانية أيضا أما الاكتشاف الذي نراه أمامنا هنا هنا موقع بي بي سي نرى أمامنا في عام 2004 تبين أن العسل ذو فائدة كبيرة في علاج السرطان بعد سنتين هنا المرجع عام 2006 يقولون إن الأطباء بدأوا يتحولون للعلاج بالعسل لأنه يشفي هذا في بريطانيا طبعا نعم في عام 2006 تصور يعني بعد عامين من إجراء دراسة علمية تبين أن العسل يشفي من السرطان بعد عامين في عام 2006 بدأ الأطباء في بريطانيا يتحولون نحو العسل طبعا هنا الحديث النبوي عليكم بالشفاءين القرآن والعسل معروف لدي أنا هنا بحث أيضا يعني أبهرني فعلا جامعة روتجارز جامعة روتجارز عام 2015 وجدت ميزة عجيبة جدا جدا في زيت الزيتون الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة الله والله أقسم به قال والتين والزيتون صح انظر هذا البحث العلمي يعني دائما عندما تتحدث بلغة العلم لا يستطيع أحد أن يناقشك لا ده في نقطة دكتور ننبه ليها بس نعم إن الدهان الجسم بزيت الزيتون نعم بيزود قدرة الجسم على الاستفادة من زيت الزيتون يعني قربنا نعالج ناس بزيت الزيتون لتخفيض الكوليسترول وتنظيف الشرايين والكلام ده لقينا إن إخواننا في الشام دايما كانوا يستخدموا زيت الزيتون في دهان أجسام الناس وبالتالي كان نسبة الإصابة بالأمراض القلب نسبة ضعيفة جدا فتدهنوا به دي معجزة من معجزات النبي عليه السلام هذه الجامعة ماذا وجدت بعد بحث علمي وجدت أن زيت الزيتون يحوي عنصرا فعالا وهذا هو المرجع هذا موقع جامعة روجرز يقولون بالحرف الواحد أنا أقرأ لك من الموقع الآن بالبحث زيت الزيتون يحوي عنصرا فعالا يدعى أوليو كانثل هذا العنصر يستهدف بروتينات خاصة في الخلية السرطانية يجعلها تموت من خلال الانتحار يجعل الخلية تنتحر وتخرب أجزاء مهمة فيها في فترة من نصف ساعة إلى ساعة فقط هذا العنصر الذي يسمى أوليو كانثل لا يؤثر أبدا على الخلايا السليمة هذه الموازنة يعني سبحان الله الدراسة الثانية بيّنت أن زيت الزيتون وبخاصة هذه المادة تساعد على الوقاية من الزهايمر نعم ومن مرض ومن كل الأمراض التي تتعلق بتلف جزء أجزاء من الدماغ وفقدان الذاكرة ويقولون هذه المادة تنشط خلايا الدماغ وربما تساعد على إطالة عمر خلايا الدماغ والتخفيف من تدمير الخلايا سبحان الله يعني تصور أن مادة موجودة في زيت الزيتون وهي طبيعية تقتل الخلية السرطانية خلال نصف ساعة فقط في المختبر والخلية الحية لا تؤثر عليها الآن أنا دعني أنتقل معك إلى موضوع مهم جدا كثير من الناس يهملونه للأسف العلاج بأهم شيء وهو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الباحث هذا فرنسي اسمه فابيان مامان هذا الباحث قام بالتأثير على خلايا طبيعية بمجال ترددات صوتي ترددات صوتية وصور هذه الخلايا وتبين أنها تنشط كثيرا أثناء الترددات الصوتية التي تطبق عليها نعم وهنا نرى أمامنا أنه استطاع أن يفجر خلايا سرطانية بتأثير الصوت فقط سبحان الله وهذه الصور التي حصل عليها هذا الباحث من خلال ترددات صوتية محددة ولكن ليس لديهم الترددات الصحيحة يبحثون عن الترددات المناسبة هنا نرى خلية دم تم تصويرها بكاميرا كارليان التي تؤكد وجود نوع من الطاقة حول هذه الخلية عندما يردد صاحب خلية الدم كلمات بصوته هو يعني تبين لهذا الباحث أن أكثر بالضبط لا أن يأتي بأحد يقرأ عليه فكرة هذه قضية علمية مهمة حلو لأن اهتزازات الأحبال الصوتية تؤثر على خلايا جسدك تعمل حركة كهرومغناطسية حركة كهرومغناطسية في الجسم بالضبط فتغير فعلا بالضبط فلذلك نحن نقول إذا أردت أن تشفى بالقرآن اقرأ القرآن بنفسك لا تذهب إلى أحد عشان كده بيقول لك فيه ناس بتقرأ وهي من غير ما تحرك شفايفة عشان نستفيد بالقرآن لازم نحرك شفايفة ويكون بصوت عالي ولازم يطلع صوت فعلا عشان واضح وفيه خشوع وتأثر بالضبط لذلك يعني هذا البحث الذي يعملون عليه في الخارج ليس لديهم الترددات الصحيحة فتبين أن هذه الحبة السوداء مفيدة جدا أو زيت الحبة السوداء في علاج أمراض الحساسية نتعلق بالجل وهذا البحث أثبت وهنا لدي أيضا بحث في جامعة يابانية كويوشو عام 2000 تؤكد الفوائد المذهلة في قتل الفيروسات وأن الحبة السوداء تعمل مثل مضاد حيوي فعال جدا تجاه الفيروسات هذا كلام لجامعة يابانية وفي عام 2010 نشرت مجلة نوتريشين أند كانسر يعني السرطان والتغذية بحثا أكدت الفوائد العظيمة للحبة السوداء كما نرى أمامنا لكن ما الذي نحتاجه يوميا من الحبة السوداء طبعا هو الإفراط على حسب الوزن طبعا يعني ممكن مثلا نقول أنه مع الطعام ما يتقبله الجسم أنا أفضل دائما أن يتم تناولها كما هي نعم من دون عصر أو تعديل أو ممكن يمضغها ممكن يمضغها ويفضل مع العسل لأنه يوجد بحث أنه إذا مزجت مع العسل تشكل مزيجا قويا جدا وبخاصة لعلاج أمراض الجلد وكمضاد للفيروسات يقولون الحبة السوداء علاج لأكثر من مئة مرض مئة مرض نعم ويمكن أنه فصل يعني مضاد حيوي منع للتأكسد مضاد للبكتيريا والجراثي مضاد للتخسر مضاد فطري مضاد للربو والتحسس بقوة للنظام منع إلى آخرين اشتركوا في القناة